السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا بابلون فاستفل مهرجان بابل بداية الكلام عندنا اسئلة هاي الاسئلة راح نجاوب عليها بعد ما نقرأ القطعة ونشوف شين سالفة القطعة القطعة هنا تتكلم شباب عن البابلون فاستفل مهرجان بابل مهرجان بابل هو دولي للفنون والثقافة ويقام كل سنة وين يقام انشين سيتي في المدينة القديمة لبابل والتي تبعد حوالي 45 كيلومتر جنوب بغداد خوش أول مهرجان أقيب سنة 87 والحدث هاز أتركت قد جذب العديد من المجامع الحامة من كل أنحاء العراق وألاف ذواب في الأنحاء العالم شي سوون بيرفومت يؤدون العديد من أنواع الموسيقى سبيشالي وخاصة الموسيقى الفلكلورية والموسيقى المسرحية من ضمنها الأوبرا والبالي الرقص الكتاب المشهورين والشعراء يأتون لمناقشة ويقرؤون أعمالهم هناك الكتاب المشهورين والعديد من الكتاب المحاضرات المشهورين والمهم المحاضرات هذه التي تقام على مدى واسع من الأدب أو في الأدب شهدنا بعد شهدنا يا شبابنا العزاء المهرجان أصبح مشهورا بين الميديا الوسائل هو حدث مشهور ومعروف والآن ويعرض على التلفاز وعلى الأنترنيت على مدى ولهج مهور واسع المدينة التاريخية والقديمة لبابل هي قاعة أو مسرح كبير وهذا النوع من المهرجانات الدولية هو يقول معروف حجور يوجد ثلاث قاعات أو ثلاث مسارح أساسية هاي المسارح إكوايب تكون مجهزة ماندين ساوند بالصوتيات والإضاءة والمعدات يعني معدات الإضاءة والصوتيات ريكورد ومسجلات ترانسميشن سيستيم ونظام نقل وباست فاسيليتيز أفضل فاسيليتيز معدات فور the artist لألفن نجح على المسارح أول مسارح عندنا هو بابلون ثياتر مسرح بعض وهذا يكون فيه أكبر المدرجات biggest amphitheater in the city في المدينة has kept ancient atmosphere أوكي ما بيش نجي إلى القاعة الثانية يصيحونها قاعة العرش from وهي أكبر قاعة مو أكبر مدرجات وأنها أكبر قاعة وبها administrative center مركز سيطرة أو إدارة لإمبراطورية بابل وكانت استعمل يوستو استعملت سابقا لاستقبال الملوك والأمراء والقادة المنتصرين في المعارك وراه نيجي إلى نينماش قاعة نينماش قاعة نينماش كانت واحدة وانس أوبت من القاعات المعابد الخاصة لنينماش من هي نينماش هي السيدة العظيمة التي نزلت من الجنة عدكم سيدة نزلت من الجنة سيحولها نينماش التي استعملت تورشب للعبادة والآن استعمل إلى خلصت لا ما خلصت بالصفحة الثانية عندنا هنا المواعيد وأخها وعندنا هنا رسالة تم إرسالها إلى أحد الأشخاص لكن ما يحتاج تغروها شبابنا الأعزاء فنجي هسا المن إلى الأسئلة الأسئلة شك تقول وين متى أول مهرجان بابل تم إقامته سنة 1987 1987 أما بلال موجود بالقطعة الثانية يقول ماذا بلال رأى في المهرجان رأى ثلاث مسرحيات و صور لمعرض صور هل المهرجان فاموس وأين نعم هو يعني فاموس أكراز الورد عبر العالم أو نقدر نقول all over the world يقول لطيني أسمى ثلاث قاعات بابل ونثيتر والعرش ونينماش ما هي القاعة التي تستعمل بها أكبر المدرجات قاعة بابل ما هي المسرحية التي عرضت في الخامس من مي شهر الخامس مسرحية هاملت هاي الأسئلة اللي دائما تتكرر وياريت الطلاب يركزون عليها وشكرا جزيلا